دكتورة لما تألى أنت اختصاصية في أمراض الأنف والأذن والحنجرة في باريس وضواحيها معك اليوم علجنا ملفا هاما جدا الطنين الأذنين يا تورا ما هي نصائحك للتخفيف من حدة هذه المشكلة تفضلي طبعا هو اللي معروف مثل ما قلنا الطنين بيزيد حدته مع التعب النفسي والتعب الفيزيائي والجسدي فالتخفيف دائما من هالتعب اللي كان نفسي أو جسدي عن طريق نوعية الحياة الجيدة النوم الجيد كتير مهم الرياضة التخفيف من التدخين الغذاء الجيد يعني تحسين نوعية الحياة طبعا وبالنسبة للأشخاص اللي بيشتغلوا بالأماكن الضوضاء أو الفيض الجي على مدى طويل للأمد طبعا برجع بنصحهم بحطوا سدادات أزنين وكاسك على الأذنين لتخفيف من تخريش العصب السمعي المزمين ذكرتي الابتعاد عن الأماكن الصاخبة يعني الذهاب إلى أحضان الطبيعة جيد طبعا تماما أحضان الطبيعة والرواء والاسترخاء هل من نصيحة قبل النوم بما أننا نشعر كثيرا بهذه المشكلة عندما نذهب إلى السرير اللي عنده الطنين في الليل ما بيقدر ينام بيحط المزياع بشكل خفيف أو الموسيقى بشكل خفيف طبعا ما بيكون صاخب لحتى يغطي الطنين طبعا هيدا كتير حل مهم للي عندهم ما عم يقدروا يناموا بسبب طنينه شكرا جزيلا دكتورة لما تألى يوم سعيد لك ولكل مستمعينا ومشاهدينا شكرا إليك سونيتا شكرا لكم جميعا